فنانة نعيمة عاكف فنانة من نوع خاص جداً جداً وطبعاً حدرتك كمان كتبت عنها طبعاً وعملت لها كتاب خاص بيكلمني عن نعيمة عاكف طريقة مشوارها من وجهة نظرة نعيمة عاكف من الفنانات اللي يعني رغم إن هي ماتت تقريباً 35-36 سنة وعملت في كل حياتها 15-16 فيلم بس هم دول كل رصدها السينمائي لكن أنا بعتبر إن نعيمة عاكف كانت جاية في مهمة رسمية زي ما بقوله كده كانت جاية تعمل حاجة يعني في تاريخ الفيلم الغنائي والاستعراضي المصري إن هي جاية تعمل الفيلم الاستعراضي اللي إحنا للأسف ما بقناتش نشوفه بعد كده يعني ما بقاش عندنا حاجة اسمها فيلم استعراضي نعيمة عاكف عملت الفيلم الاستعراضي في 15 فيلم والاستعراضي فيلم طبعاً بمساعدة جزها حسين فوزي المخرج المعروف هما الاتنين برضو عملوا حالة مع بعض زي ما يكون برضو هما الاتنين كانوا طول الوقت كل واحد بيدور على النقص ولما التقوا يعني كملوا بعض فكان مهم قوي هذا اللقاء أو هذا الدمج الفني اللي حصل بينهم كان طبعاً فيه دمج إنسان إن هما كانوا اتجوزوا وبعدين قدموا لنا هذه الأعمال العظيمة من خلال السينما قدموا أعمال مهمة جداً لدرجة إن هما بعد كده لما حصل الانفصال للأسف محدش فيهم على حدة قدم نفس اللي كانوا بيقدموا قبل كده أو عملوا الأعمال العظيمة اللي أبهرت الناس بعد ما انفصلوا فكانت يعني اللقاءهم الإنساني أفرز هذا الفن الرائع اللي قدموه من خلال الفيلم الاستعراضي في تاريخ السينما المصري برضو نفس الحكاية نعيم عاكف كانت حياتها يعني فيها كتير جداً من المقاسي فيها كتير جداً من المشاكل فيها العقوات اللي ساعدها بشكل كبير وزلل لها بعض هذه العقوات كان جوزها المخرج حسين فوزي قدموا مع بعض أعمال عظيمة ومهمة ستظل باقية في تاريخ السينما المصرية علامة على وجود الفيلم الاستعراضي في السينما المصرية